سوف نتعرف في هذا الدرس على أهم الأوبجيكس التي نستطيع رسمها باستخدام برنامج 3D Max فيظهر أمامنا كما نرى مجموعة جديدة من الأوبجيكس مثل التيوب أو الأنبوبة وهناك أيضاً البيراميد أو الهرم وأيضاً يوجد التيبوت أو براد الشاي وكذلك مجموعة أخرى والآن سوف نبدأ في رسم هذه الأوبجيكس معاً نذهب إلى القائمة File ونختار New لإنشاء ملف جديد فتظهر لنا نافذة New Scene ونجد بها ثلاث اختيارات أولها Keep Objects and Hierarchy أي نحتفظ بالأوبجيكس والهيراركي معنا في الملف الجديد والثاني اختيار هو Keep Objects أي نحتفظ بالأوبجيكس فقط وأخيراً New All أي ملف جديد لا يوجد به أي من هذه الأوبجيكس نختار New All ثم نضغط OK ويجب أن نعرف أن برنامج 3D Max من البرامج التي لا تستطيع فتح أكثر من ملف في وقت واحد وإذا أردنا فتح أكثر من ملف يجب علينا أن نقوم بتشغيل البرنامج أكثر من مرة وفي كل مرة يتم فتح ملف واحد والآن نذهب للGeometry Panel ونختار Tube Control وبالضغط عليها تظهر لنا الRoll Out الخاصة بها والتي تحتوي على الخصائص الخاصة بالتيوب نذهب إلى Perspective View ونضغط بالماوس ثم السحب لرسم الدائرة الخارجية للتيوب وعند ترك الماوس يكون قد تم تحديد نصف القطر الأول أو Radius 1 وتظهر قيمته بالجزء الخاص بالParameters ثم نتحرك بالماوس للداخل والخارج لتحديد نصف القطر الثاني أو Radius 2 ثم نضغط بالزر الآيسر للماوس لتحديد قيمة Radius 2 وبعد ذلك نبدأ في التحرك لأعلى أو لأسفل لتحديد الارتفاع أو الهيد وبالضغط مرة أخرى بالماوس نكون قد انتهينا من رسم هذه التيوب وبعد ذلك نختار Pyramid Control لرسم الهرم نضغط عليه ثم نذهب للسين الخاص بنا ونضغط بالزر الآيسر للماوس والسحب إلى رسم قاعدة الهرم وبترك الماوس نكون قد حددنا هذه القاعدة نتحرك لأعلى لتحديد ارتفاع الهرم ثم نضغط مرة أخرى بالماوس لتثبيت هذا الارتفاع فأظهر لنا الهرم بهذا الشكل والآن نختار T-Pot Control كي نرسم بالراد الشاي وبالضغط عليه تظهر لنا الرولاوت الخاص به نضغط على Keyboard Entry لفتح هذا الرولاوت نحدد مكان الرسم بإدخال قيم X بمية والY بسالب تلاتين ثم نحدد النصف قطر الخاص به من ريديس وليكن خمسة وتلاتين ثم نضغط Create فأظهر لنا هذا البراد بهذا الشكل وكما نلاحظ فإن طريقة رسم كل الأوبجيكس متشابهة مع اختلاف بسيط في الخصائص الخاصة بكل أوبجيكس حسب شكله وطبيعته والآن ننتقل لجزء ثاني بالجيومتري وذلك بالضغط على هذا السهم المجاور لكلمة Standard Primitives لفتح هذه القائمة نختار منها Extended Primitives وعند الضغط عليها تظهر لنا مجموعة جديدة من الControls كما نرى نختار Chamfer Box ثم نذهب للسين ونضغط ونسحب لرسم قاعدة هذا البوكس وبالارتفاع بالماوس يظهر لنا ارتفاع هذا البوكس نضغط بالزر الايسر للمعوس لتثبيت هذا الارتفاع وهو هنا مشابه تماما للبوكس الذي قمنا بشرحه من قبل ولكنه يختلف حيث أننا الآن سوف نتحرك بالماوس ناحية اليسار فتبدأ الأطراف في الدوران كما هو واضح أمامنا نضغط مرة أخرى بالماوس لننتهي من رسم هذا للشامفر بوكس والآن نختار CXT لرسم شكله على هيئة حرف C وهي تمثل ثلاث أضلاع أو ثلاث حوائط معا نضغط عليه ثم نقوم بفتح الكيبورد انتري الخاص به فنجد أولا تحديد قيم نقطة المركز وذلك بإدخال قيمة X بخمستاشر والY بمينس مية وخمسين ونترك الزيت بصفر كما هي أما بخصوص رسم هذا CXT فإنه يتكون من ثلاث أجزاء وهي Back Side وFront نقوم بإدخال قيمة كل منهم وليكن الباك لينثبي مية وعشرين والسايد بمية وخمسين والفرانت بمية وثلاثين ثم نحدد عرض كل ضلع منهم ولتكن جميعا قيمتها خمستاشر وتبقى لنا تحديد قيمة الارتفاع أو الهايت وليكن أربعين ثم نضغط Create فأظهر لنا الرسم بهذا الشكل نضغط الزر Pan ونسحب الفيو لرؤية الحائط وبنفس الطريقة نستطيع التدريب على رسم كل من هذه الأوبجيكس على حدة وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس